لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام رايح اليوم إن شاء الله تعالى رايح نتحدث في موضوع يتعلق ماذا بعد ظهور الرئيس عبد المجيد تبو بارك الله فيكم إخواننا فيه اللي حيانا من فلسطين فيه حيانا من كثير من الدول تحية طبعا إلى أهلنا في فلسطين وأهلنا في الصحراء الغربية وأهلنا في المغرب وفي كل البلاد العربية والبلاد الإسلامية بلا أن شك يجب أن نفهم شيء أن العواطف لا تبني دول هذه لازم تحطها في بالكم أيها جزائريون خذنا تجربة مع بوتفليقة كل من ينتقد بوتفليقة عشنا مرحلة كل من ينتقد بوتفليقة ره خائن عميل وأياد خارجية وكذا وكذا وفي النهاية ما أصبح الجزائريون كلهم يلعنوا في بوتفليقة لماذا لا نتعلم أن النقد لا يعني تهديم البلاد زرعون منظومة بوتفليقة جيلين وعقدين من الزمن عشرين سنة هو يصنع في جيل يقدس بوتفليقة هذا الجيل جزء كبير منه مباشرة انتقل كأنه يبحث عندما راح له هذا الإله المصنوع من الصمغ والشمع راح يبحث عن إله آخر فوجد تبون وأراد أن يقدس تبون تبون ما قال لكم قدسوني يا جماعي في أول خطاب وجهه قال قوموني إذا أخطأ نحن ثقافتنا هذه عندما نجي وننتقد ونبين الأخطاء راني لستوا عدو للجزائر هما زرعونكم في رؤوسكم بأنه كل من يقول هذا غلط معناها راه عدو للجزائر غدوة هذو من الناس اللي زرعونكم هذه الفكرة زرعوا هالكم من قبل مع بوتفليقة غدوة لو يرحل تبون ويجي مسؤول آخر ينتقدوا نفس المنظومة تروح ترجع تبون أكبر غلط أين 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 الأخلاق والقيم أنا لا أخاطب غوغاء مواقع التواصل الاجتماعي أنا أتحدث عن النخب اللي بينها اللي ترسل لي رسائل على الخاص هذو اللي يتحدث عليهم أما هذو ما تبع المواقع التواصل الاجتماعي جالس يسب ما تعجبوش نواضر انتاعك ما تجدوش القلعدان تاعك يروح يسب وبعد يروح يتعش ويروح يرقض هذا ليس له قيمة حتى في بيته كثير منهم ليس له قيمة حتى في بيته لأنه لو كانت عنده قيمة نفتح حساب بصورته وشكله وبإسمه ويخاطب الناس بحضارة وبرقي وتطوى أما هذو ما الأوغاء لا نتكلم أنا نتكلم على بعض النخب وبعض الناس اللي يتواصلوا معنا ويكتبوا في صفحاتهم هذو هما اللي نتحدث عليهم النقد لا يعني الهدم يجي واحد يقول لي أنت كنت تعطي في معلومات غالت أبداً ويكذب عليكم عندما قلت لكم أن الرئيس نقلوه في غيبوبة كنت من أوائل يقلوكم أصيب بكورونا راه نقلوه في غيبوبة وبعد مدة قلت لكم استفاق من الغيبوبة ولم أقلكم يوماً لا مات ولم أقل يوماً أنه ضرب بالرصاص ولم أقل يوماً هذا الكلام الاجتماعات التي حدثت صحيحة وأتحدى المؤسسة العسكرية تعمل بيان تكذبها وطبيعي جداً يعني من الغباب أن رئيس رفدوه في غيبوبة وعلى جناح السرعة رئيس الجمهورية بنفسه قالها رفدوه على جناح السرعة الشخص يرفدوه على جناح السرعة رو كان يغيط ويمارس في مهامه كما يقولون رفدوه على جناح السرعة معناها كان في خطر كان ريح يموت في رأيكم مؤسسة عسكرية رئيسهم وزير دفاعهم قائد الأعلى القوات المسلحة يرفدوه إلى ألمانيا في حالة خطيرة ما يديروش اجتماعات يحسبوا إلى حالة وفاة الرئيس كفاكم يعني والله العظيم بهذا المنطق ليه مستحيل تبنو دولة بهذا المنطق العدائي يا أخي أنا راني لما نجيك راني نجيك محلل رايي بناء على معطيات وصلت لنقدم لك تحليل أسمعوا إذا وجدت فيه ما يفيد أهلا وسهلا إذا ما وجدت فيه ما يفيد إذ أرميه أنا ما جدت دخلت لأنه الكثير من الناس ينتمون إلى جنوش إلكترونية أنه الكلام اللي قلوه يحرج سادتهم لذلك يرسلوهم باشي فسدوا أنا ما تقرني بأي أحد أنا في سانة المسار الانتخابي سانة الوعود التي أطلقها الجايد صار هو المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت لأني شفت الأمور رايح تنزلق إلى الهاوية وكان الناس متحمسين كثير وقد يصبحوا حتى نوصلوا لمرحلة الحرب الأهلية قلت فيه تعهدات من المؤسسة العسكرية ومن الجايد صار أنه فيه مسار تغييري أهلا وسهلا بعد ذلك حدث انحراف برأيي تنزيدنا الحرف معاه هذه قلة رجولة لم تتحقق الوعود التي وعدوا بها أين وعودهم فيما يخص الحراك الشعبي وفيما يخص من كثير الأمور خلاص معناها قلنا نمشي في المسار جاتبوا الرئيس أنا واحد من الناس قلت خلاص حتى إي كان انتخبوه جزء قليل أهلا وسهلا ما عليش عندنا رئيس وخلينا نبدأ في المسار ذلك عام لم يتحقق شيئا بل حدثت كل الممارسات كل الممارسات الفتفريقية للأسف الشديد ونوصلنا شوف أنا كنت أكثر كلامي كان مركز على الإعلام عندما كان الإعلام رئاسة الجمهورية يكذب على الجزائريين ويعطي في بيانات كلها كذب في كذب ولا واحد من المسؤولين أوقف هذه المهزلة لأني أنا أدرك تماما أن عواقبها وخيمة وهذا وصلنا الحالة ظهر الرئيس كذب وقالوا راهو ماس وقالوا راهو خاطي وقالوا دارو يقسروا حتى في وذنه يقسروا في جبهته يحوسروا عن خانات في وجهه وصلنا الوحد المرحلة وبالفعل وجدت الكثير من الجزائريين ينساقوا وراء هذه المهزلة رغم أن الفيديو صحيح وهذا هو الرئيس حقيقة وكل الدعايات على أنه مزور كذا وكذا كلام فارق ولكن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية الطريقة التي تعاملت بها إعلاميا ماذا أنا تجد أنا تمنيت رو تعاملت بشافافية رح يكسبت الشارع الجزائري مجددا رح يكسبت ثقة الجزائريين غدوة ظهر الرئيس رح يصدقها لأن اللحظة اللي كان أصيب كان يقول بايان يقول أصيبت كورونا ظهرت عليه أعراض كورونا الرئيس نقله عن نعجة بعد تدهور في حال ما الذي سيضر الأمن القوي الجزائري عندما تقولي أن الرئيس تداهور تنجيت الألمانيا والمعطية تكون عند الخار ما الذي سيضر الأمن القوي لا يضر شيء الدول المتطورة اللي يمرض رئيسها البورصات العالمية تهتز الاقتصاد العالمي يهتز ويعنوا باللي رأي الرئيس تعمل وشفناها مع كرام اليوم اللي أعنوا باللي رأي أصيب كورونا تعزع سعر الدولار في ذلك اليوم الجزائر عملتها ملحطة وطايحة اقتصادها هش كذا كذا يعني كيوم مرضى الرئيس رح يتأفل اقتصاد حال الأقل أعطوا المعلومة الصحيحة باش تكسبوا الجزائريين نحن قلنا رانا في مرحلة جديدة مرحلة يجب أن تتميز بالشفافية أول اختبار فشلوا فيه هو مرضى الرئيس ويشاء الله أن الرئيس مرضى كما مرضى بتفليقة وتمني أنهم يتعاملوا بطريقة أخرى جديدة حتى يقنعوا الجزائريين بأنه حدث هناك طغير لكن للأسف للأسف ما حدث غير ذلك كل المعلومات كذب يا جماعة اليوم اللي كانوا قالوا بأنه الرئيس في حجر صحي طوعي كان الرئيس مريض هلاش تكلم حان وصلنا الحالة خرج تعبان أمر آخر عندما قلت قلت لو ظهر في صورة باهتة نزلوا علي رسائل كيفاش تقوله هو كان مريض أنا لا أتكلمت على ملامحه يا جماعة ولا تكلمت الوضعية بل أني قلت أنه ظهور شيء جيد ولكن الطريقة أيضا طرحت تساؤلاته لماذا تمشوا بهذه الطريقة لتخلي الجزائريين يفقدوا ثقتهم في كل المؤسسات إذا كان رجعت أنا أقولها لكم بكل وضع مرحلة 2019 مرحلة الجيد صالح استعادت مؤسسة الدولة الكثير من ثقة الجزائرية مرض الرئيس هد هذه الثقة مرض الرئيس الانتخابات الاستفتاء الدستوري مثل هذه الممارسات كيف تتسرجع يكفي أنه عملت استفتاء راحوا فوطاو عليه ثلاث ملايين هيئة ناخبة فيها 24 مليون جزائري فوطاو ثلاث ملايين بن عم والبقية بين اللي فوطا بلا واللي قاطع واللي يعني أكثر من 19 مليون ما راحوش خلاص بينهم اللي قاطع كما وقف سياسر وبينهم عسوف دأبت عليه الشعب الجزائري ما يروحش الانتخابات هذا أكبر دليل على أن السلطة إذا كانت الشيء الرصيب اللي كسبوه كسبات المؤسسة العسكرية في عهد الجيد صالح رايح يضيع رايح يضيع لأن القضية مش قضية مؤسسة علاقة مؤسسة العسكرية مع الشعب مؤسسة العسكرية عندها دورها الآخر أن نتكلم على علاقة السلطة السياسية إذا فقدت السلطة السياسية ثقة الجماهير فيها كيف يبقى؟ غدوة قلهم قلهم لأسل الجمهورية رأوا علينا هجوم تحار ما يصدقوا هاش؟ يكفي أن الرئيس لما ظهر ونتمنون الشفاء نتمنون الشفاء ظهر وظهر بطريقة لماذا انتقدتها هذه الطريقة؟ كثير بعثوا لي قالوا لي الحمد لله رأوا وظهر يا إخواني الكرام رأني انتقدت هذه أنا لست ضد ظهور الرئيس يكون في علمكم لست ضد ظهور بل أني معا ظهور الرئيس وقلت من قبل أنه يجب يظهر الرئيس حتى وكان يكون في حالة متعبة وقلت لكم من قبل بأنه الرئيس مظهروش لأنه ضعيف بزا لأنه جلد عمضم ولكن هذه الطريقة رأي طريقة مهينة أنه فجأة شوفوا منذ أيام أعطيتكم خبر بأنه قيادات عسكرية سافرت إلى ألمان ورجع هل التقت مع الرئيس ولا ما التقتش الله أعلم المهم بعدها الرئيس أنا أقول هالكم جالس قادر يتكلم قادر يجري حتى حيوى هكذا اللي ظهر قضية التحرك اكتبعوا لا أدري أنا ما نجيش الآن يقول واحد يقول والتيليفون هذا كبير إنتع استخبارات بأكل فارق هذا كتيليفون تاع فندق وأنا أقمت في عدة فنادق فيهم نفس التليفون تليفون الرجل في فندق في جناح في فندق بتيام الرئيس يتكلم وصح متعب ولكن قادر يتكلم قادر يجري حتى حوار أنا نقول هالكم الرجل اللي شفته أمامي رغم أنه متعب شوية والشي اللي مر عليه يا جماعة أنا عندي أصدقاء عندهم ثلاثة شهر لأن أصيبوا بكوفيد والله العظيم قال يحكولي قال يحط المبايد في بلسل ساهل راهوا شي صعب جدا ماهوش ساهل لذلك أنا الرئيس ما ننتقده أنه مرض هذا بشر يمرض وربيش فيه وربع فيه هذا ما نتكلم عن الرئيس أنا نتكلم منذ البداية انتقاداتي لرئاسة الجمهورية الرئيس كان مريض راقت في غرفة الإنعاج ما نجي ننتقده أنا ما تكلمت عليه ولا كلمة وحتى كي يظهر ما انتقدتوش قلت الطريقة التي ظهر بها هاي القراءات اللي موجودة وهذه دارت حتى في الأسائل الإعلام العالمي كان من المفروض كيف يظهر الرئيس الرئيس ظهر الرئيس تعافى من المفروض أن الرئيس يتصل برئاسة الجمهورية أو اللي معاه اللي معاه راه معاه ولده وربما أشخاص خوري يتصلوا برئاسة الجمهورية الرئيس رو يستطيع الظهور يرسلوا له طاقم تلفجي إذا ما كانش قضية قضية كاميرا قضية كاميرا راهي كان السفارة الجزائرية سفارة كل عندهم أجهزة تصوير وعندهم كل شيء يجوا يصورونه خطاب بطريقة جيدة لابس نباس جيد وهو صح متعب ولكن ما هو ما هو في صورة كما كانوا يظهرون في بوتفريقة حقيقة يصوروا خطاب هذا الخطاب يحذرونه بطريقة جيدة ويخاطب به الجزائريين ويروح في نشرة الثامنة يظهر الموذيع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتحدث إلى الجزائريين تكون طريقة لها قيمة أما أنه يوقع هذا تشوفوا نقولها لكم الكثير ما على بلهمش باللي الرئيس رحيبها فاجأهم والطريقة فيديو يقطعوه إلى أجزاء يتنشر في صفحة تويتر وأنا أهدرتكم على تويتر وبعد ذلك كيف تشتريت ونشرها حتى في صفحته في الفيسبوك الشخصية رئاسة الجمهورية نشرات بعض الرابط أنت عودت يسموه التلفزيون تفاجئوا يا جماعة وبهذه الطريقة أيضا الخطاب الرئيس ما تحتاج توجه خطاب وما يتحتاج تقول أنا أطالب بالانتخابات أنت الإشكالية الآن اللي موجودة الرئيس مازال مريض سمانة سمانتي ثلاثة سمانات الله أعلم نتمنى يرجع غدوة وفي صحته جيدة نتمنى ولكن أنت ما زلت مريض الوضع خليته أكثر من تقريبا شهرين وانت غائب عن المشهد مباشرة طالب في الانتخابات كورونا وباء تحدي كورونا الدول الآن تبحث كيفاش كيم اللي دخلت في الموجة الثالثة من كورونا ودخله حضر جديد أنت في هذا الوضع تحكي لي قانون انتخابات وتزيد يدير العربة الدستور يديره لك العربة شوفوا أقلية الأقليات وتزيد قانون انتخابات أخرى بنفس الشخص الذي يعني يكرهوه الجزائرين أغلبية الصفحات في الفيسبوك وأغلبية الجزائريين عبروا عن قرهم لهذا الشخص من خلال تصريحات ومن خلال هذا الدستور يعمل تزيد نفس الشيء لحظة لتظهر الجزائرين هاي واشرح لماذا قاعدين ننتقده الرئيس من المفروض هاو كيفاش يرى اسمعوني رئيس الجمهورية يصوروه يصوروه قاعد يحكي يمشولوا مسؤولين يمشولوا الوزير الأول أو وزير الخارجية وزير أول وزير الخارجية يمشيلوا قائد الأركان يمشيلوا الأمين العام لوزارة الدفاع يمشيلوا وهذه جات معلومات منذ أيام كان الأمين العام في وزارة الدفاع كان في ألمانيا يمشيلوا رحوا جالس معاهم رح حامل أوراق كذا يشوف وبعد يوجه كلمة خفيفة وطمأن الجزائرية أنني بخير كل الكلام الآخر في السياسة وشيء يخليه بعدين بعدين هذا يخليه بعدين ما هاشكم استعجل ما هاشكم استعجل تقول عشر أيام لازم يكمل لي قالوا الانتخابات نفس العجلة في قضية الدستور حتى خرجتنا دستور رأي أكثر واثيقة ستبقى مكروهة في تاريخ الدولة الجزائرية هي هذا الدستور تعالى العربة والآن تتسرع لي كمان إذن أنا كي جيت أنا نهبر كي جيت نقول الرئيس ظهر كأنه يريد أن يظهر كثير من التحليل وعن أتواصل معي إعلاميين وأصدقاء من مؤسسات إعلامية كبرى يكاد الإجماع بينهم أن الرئيس ظهر بسرعة وكأنه جه إعاز من الجزائر يجب أن تظهر هنا ماذا تقرأ؟ الجهة التي قالتنا يجب أن تظهر بسرعة حتى ديار مباشرة وفي تويتر وانشارها في تويتر بهذه السرعة وماذا معناها؟ يا شيء ما سيحدث ماذا سيحدث؟ ما هو الشيء الذي سيحدث لو لم يظهر الرئيس؟ الشيء الوحيد الذي سيحدث هي عملية عزل الرئيس وكان هذا الأمر يسير على قدم وسق ويناقش منذ فترة قلت لكم أن الجيش وأسرها السكرية تبحث تبحث في هذا الأمر لأنه كانت عندهم المعطيات أن وضعوا الصحي معقد وهناك أطراف ليست راضية على بقاء تبون لأنه يرون تبون هو نتيجة لما سار كانوا راحي جيد صارح وشفتوا كيف دفنوا الجيد صارح التلفزيون العمومي وقلت هلكم منذ فترة قلت لكم تلفزيون العمومي راح تجيغ قضية مناسبة وفاة الجيد صارح نشوفهم واشتها عندها مناسبة الانتخابات دار تقرير تلفزيون جاب حتى كلمات أن نتعهدن ألا تسيق قطرة دم واحدة من الجزائريين وهذه كلمة الجيد صارح قالوا وقالت المؤسسة العسكرية وتعهدت المؤسسة العسكرية لم يظهر صورة واحدة للجيد صارح وأقول لكم وهذه بناء على معلومات من داخل التلفزيون أنها هناك أوامر بأنه ما يتكلموا على الجيد صارح وما يظهروا وش معنى وش معنى الجيد صارح وش كل اللي ناقب عليه ناقب عليه العصابة العصابة اللي ضربها ضربة ما كانت تتصورها معناها الآن الأطراف هذه مدام ناقب على الجيد صارح إذن أن هذه العصابة عادت بقوة عادت بقوة في كثير من المؤسسات وهذه العودة هي التي أدت بها إذن إلى اتخاذ هذه المجرات هذه هي الحقيقة أيها الجزائريون يجب أن تفهموها علاش علاش ما نسمعوش الضعف هذا هو الواقع وشيقول رئيس الجمهورية فجأة ما يقارب شهرين هو غايب فجأة يظهر بتلك الصورة وبذلك الخطاب الارتجالي الكورونا الحمد لله الاقتصاد الحمد لله الوضع هذا وأوصل والله وأنا كنت شغل غريبة أنه قال بأنني كنت على تواصل مع رئاسة الجمهورية عمرها رئاسة الجمهورية لقالت بأن الرئيس يتواصل معه وكانت تدير في بياناته علاش كنت على تواصل مع رئاسة الجمهورية ما دارت شباية إما أنها عارفة بأن الجزائريين ما يصدقوهم ولت دارتها بالعاني باش تواصل الغمور باش تواصل هذا الغمور وهذه الحقيقة إذا كان الرئيس تواصل معه وإذا كان ما تواصلش معه شيء آخر لأنه الوحيد اللي قال هو عبد الحفيظ على الله المستشار لشؤون الخارجية للرئيس قال بأنني تواصلت مع ابنه وليس مع الرئيس الرئيس ظهر كأنه يقول أنا ما زلت مارس مهامي أني ماذا تعني هذا وأن البرنامج مازال يتم معناها أن فكرة الكلمة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية اللي طلقها اللقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عودة وزير الداخلية اللي كان في زيارة الجزائر والتقى لقاءات على مستويات عالية مع الأطراف الأمنية في الجزائر هو رجع من هنا هو تكلم عن مرحلة الانتقالية كلام الرئيس البارحة أو البارحة في الخطاب في الظهور انتاعه فند بطريقة عملية لم يقولها فند أنه ما فيش مرحلة الانتقالية معناها رايح الانتخابات أخرى قانون الانتخابات معناها رايح الانتخابات أخرى تتمثل في حل المؤسسات حل البرلمان انتخابات برلمانية وانتخابات المجلس أو تشريعية أخرى هذا هو الأرجح لأنه لا يمكن أبداً أن يكون انتخابات رئاسية مسبقة كما يروج البعض معناها أنه يعملها الرئيس قانون انتخاب فالنداً هذا كلها اليوم مثلاً اليوم فجأة رئيس الجمهورية يرسل إلى جو بايتل ارسل له تهنم كانت على الساعة ثالثة ووحدة وربعين دقيقة شرها على صفحة الرسمية في الفايس بوك وفي تويتر في نفس اللحن وبعد ذلك كان دارها جون بايدن وبعد ذلك عاود تم تعديلها جو بايدن بعدها مباشرة تناولها ما كان والو يروجل هكذا من المفروض أنه دولة جزائرية ترسل رسالة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى أمريكا تهنأ فيه جو بايدن على انتخاب عادي جداً أنه يغرد الرئيس في تويتر أو الفايس بوك عادي جداً بعض الناس هم ينتقدوا يقولوا كيفاش يهنأ عن تهنأ لا هذه حدثت مع كثير من الزعماء عادي جداً ولا هذه لا تعتبر إشكالي هو فقط اللي يتحوسوا على العثارات ويشككوا في كل شيء نحن رح نتكلم بموضوعية بعدها ما قالوا بأن الرئيس أرسل هل الرئيس غرد وبعد ذلك طلب منهم إرسال رسالة باسم الرئيس الجمهورية باسم الدولة الجزائرية الله أعلم أو أنه وقعوا في إحراج الرئيس يهنأ عن طريق تويتر والفيسبوك يهنأ رئيس أكبر دولة في العالم راحوا مباشرة بعدها فجأة يقولوا رسالة وينشروا نصها يروح التلفزيون لأول من نشرها هو التلفزيون الرسمي رسالة وحطوا صور التبون وكتبوا الرسالة كان بعدها هذا المنشور حدث وبعدها صار رابط على موقع وبعد ذلك برقية التهنية وانشرتها الرئاسة على الستة وأربعين دقيقة هذا لو تخبط يا جمع هذا لو تخبط يزيد يضع علامات الاستفاهة أنا نقول هلكم المرحلة الآن راهي مرحلة تفرض التصرف بحكمة مشكلة الجزائر مشكلة رئاسة الجمهورية هي الإعلام وأخطر حروب الآن قائمة في العالم هي الحروب الإعلامية ولكن للأسف الشديد هذا السلاح الفتاكي اللي زعزعت به دول واللي يستعمل في الحروب الناعمة وخلت الدول تتدخل في دول أخرى عن طريق الإعلام إذا كان إعلامك الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية ما يقدر يسيرلك مراسلات انتع رئيس جمهورية إلى دول أخرى بطريقة تكون ذكية وبطريقة تعطي هيبة للدول كيف سرح يكون نعولوا عليها باش يدي لنا حروب أوب ولا تنتصرنا في قضايا ولا تفرض الدبلوماسية الجزائرية في الخارج يا جماعة الآن الدبلوماسية تتحرك على محو أساسية ركنين أساسية ركن الاستخبارات وركن الإعلام وطبعا هذا الأمور السفارات وهذاك شيء آخر ولكن الركيزاتين الأساسيتين للدبلوماسية هي الاستخبارات وهو الإعلام استخباراتنا عرفت انحطات كبيرة رغم أنه تعتبر الاستخبارات الجزائرية كانت هي أقوى الاستخبارات وأول استخبارات في العالم اخترقت الموساد الإسرائيلي هي الاستخبارات الجزائرية وهذه حقيقة وجين هارون تكلموا فيها بتفاصيل استخبارات الجزائرية كانت قوية كانوا ضباط في الاستخبارات ولادهم معلهم شبال يرهم في الاستخبارات حتى الدول تقعوا وكان اللي قاموا بمهام في الخارج ولا حد يعلمه تلقى حوانتي وهو ضابط في دول العالم نعم اخترقوا بنوك أجنبية بموظفين اخترقوا أكثر كثير من الأمور ليس المجال للإعلام ألا الجانب الإعلام تكون عندك مؤسسات إعلامية شوف الدول كيف عمل فرنسا عندها فرنس فنتكات بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية والإسبانية بالعربية أمريكا دائرة قناة الحرة بالعربية شوف إسبانيا عندها قناة بالعربية ألمانيا عندها قناة بالناطقة بالعربية روسيا عندها قناة ناطقة بالعربية تركيا عندها قناة ناطقة بالعربية كل الدول تقريبا كل الدول الآن عامل قنوات من اللغة العربية لأنها تريد أن تتوجه إلى العالم العربي لأن اللغة العربية أكثر من مليار يا جماعة رهي لغة حية من اللغات الكبرى في العالم لذلك والمنطقة العربية هي مناطق ذات نفوذ وذات ثروات ومناطق استراتيجية إذا كان أنت التلفزيون أنت الجزائر ما عندكش قناة عندك واحدة القنوات والله التلفزيون الحكومي خير منها واحدة القنوات خاصة للأسف الشديد صورة تلقى الأصل واللي سماها وزير الإعلام فيها قنوات خارجة عن القانون عبارة عن مكاتب لقنوات أجنبية دايرينهم في الخارج وبعد فتحين مكتب ويعملوا خارج القانون غدوا يعواجي كسروا الوراس هذه الحقيقة لذلك أنا أقول لكم أن قوة الجيش هذه الأمور خلينا سأعود إذن الإعلام إذا كان إعلامك سيئ بهذه الطريقة كيف ستفرض نوسيا كيف رايح تفرض لماذا تراجعت الجزائر في كثير من مناطقنا في ليبيا تراجع وأنا أقول هاي لكم قلتها كم من مرة وما زلت مصر قضية ليبيا باعتها الجزائر دخلت عليها بقى يتكنك أمور شكلية فقط لكن تحرك الذي بدأ في بداية بعد تنصيب الرئيس تبون كان هناك حراك قوي في المشهد وفجأة يتراجع وكتفت الجزائر بنفسها الصحراء الغربية هاي دخلت في حرب المغرب راه يلعب في أوراق المغرب وصل إلى قناعة أنه ممكن رح يصل إلى استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإذا سأصل إلى الاستفتاء الصحراء الغربية عمرها ما تكون مغربي ولذلك يلعب على أوتار يلعب على وطر على وطر التطبيع مع إسرائيل وطبعا التطبيع ندرك تماما أن المتغطي بفرنسا وبإسرائيل وغيره راه وعليا غد ويبيعوه غد ويبيعوه غد ويبيعوه بأبخس الأثمان ذركاء الجزائر راه داخل راه دايرا بها مزعاه الصحراء الغربية ما هي قضيتنا الصحراء الغربية قضية الصحراويين في صراع مع المغرب الجزائر تدعم هذه يجب أنه في مواد الحقيقة ولكن جزائر كلها دائرة بها حروب الجيش راه في وضع صعب غد وقادر يدخل حارب الجيش ماذا يحتاج أولا يحتاج الاستقرار الداخل وهذا يخص العسكريين لن أتكلم عنه والعسكر يعرفوا مصرحهم ويعرفوا صورحهم أبقاد العلاقة عن المؤسسة العسكرية مع السلطة السياسية العسكر يكون قوي عندما يكون عنده سلاح قوي وعنده إعلام قوي وعنده سلطة سياسية قوية سلطة سياسية قوة هفاش لما تكون عندها شرعية شعبية وعلاقتها مع الشعب قوي هذا هو السلطة السياسية كارثة السلطة السياسية راهي كارثية بمعنى الكلمة وإذي حقيقة يا جماعة الجزائر شوفني قال لك اللي ظن بأن العصابة راح تسكن على كل ما حدث لها في عهد القيد صالح راه يتوحى واللي ظن ما يحدث الآن ليس للعصابة بوتفليقة يد فيها راه إما غبي أو يتغاب أو لا أدري ما في عقله من نصر هذه يجب أن تفهموها يا جماعة يجب أن تفهموها هذو من الناس الذين تعرضوا إلى السجوء وتعرضوا إلى مصادرة الأموال وشي هو هدفهم إما يقضوا على هذا المسار الذي بدأ يبدأها من الرئيس ويصف إما يورط الجيش في حروب ولذلك نلاحظ أن الهجم شرس على جزائر هذه المرحلة كيف أن سنواجه هذه الهجمة أو يا جماعة نهجمها أو نواجهها على الهجمة نواجه هذه الهجمات التي تواجهنا بباذا نواجهها بإعلام قوي بشفافية مع الشعب عندما تقول على الرئيس راه مريض راه ما أثرش بل أنه عندما تقول الحقيقة أنه هذا إنسان يا جماعة هذا هو إنسان راه ما هو آل إنسان آل مخدوم الآلة ما يمرض ما يموت موال راه ما شرر يعطس يمرض بالزكام يمرض بالحمة ومشياء هذه كلها هذه هي الإشكريوية نحن في هذا الأوضع سيئين للغاية لذلك يبقى التساؤل الرئيس ظهر حقيقة ظهر هذا وضعه وطبعا راح يطول هذا الوضع ما شو من غدوة راح يرجع يجري كمكان صعب صعب حتى الخبراء الطبيين اللي تحدثنا معاهم من خلال الصورة قالوا بأن وضعه سيطول لكن هناك من قال من استحيل يرجع إلى الوضع الطبيعي ولكن راح يبقى دائما عنده معاناة هو أصلا قبل ذلك كانت عنده أمرأة إذن ماذا بعد ظهور الرئيس ظهرت الرئيس ظهر الرئيس بطريقة زعزعت الثيقة وخلت الجزائريين يشكوا فيه أصلا كي يشك فيه يقول لهم لبسوه ماس اليوم تخبطات هذه في مراسلات ورئيس الجمهورية يهيئن وكذا وكذا أسيدي قبل ما يظهر حتى للحظة المراسلة ماذا يضر الجزائر لو أن الوزير الأول بدل يروح للمسيلة يديرنا الاستعراضات هذي كان يدير فيها علاش ما راح يسافر وقعد مع رئيس الجمهورية يروح معاه ثلاثة ولا ربع وزراء يجلسوا مع رئيس الجمهورية ويصورهم التلفزيون وهو جلسوا ورئيس الجمهورية يتحدثوا ساعات يعطونا كلمات قالها يكون هذا أمر جيد وبعد ذلك عندما الجزائريين يا جماعة أنه الرئيس ما يزج ما يقدرش يزيد يرجع يرجع وعنده ما زال يعاج ما زال يتابع طبيا هذا الوحيد أما إذا كان فقط فطرة نقاها ما يحتاج إلى متابعة طبية علاش ما يدخلش الجزائري يخي يقول عندنا أحصل منظومة طبية في إفريقيا وفي المغرب يعني حتى باش يتابعوه برك في ملترة النقاها ما يقدروش الأطيباء أنت على الجزائري ولا حابين إذا كان ما يقدرش يمشي على رجليه ربما مرهق ربما ما زال ما يقدرش ممكن جدا وهذا طبيعي وليست نقيسة السيد اللي تعرض إلى هذا المرض يعني الله يكون في عونه هذا شيء آخر وأنتم تريدون أن تظهروه لما ينزل في المطار ويمشي على رجل ممكن جدا هذا إحتماد ولكن والله ليس عيبا أنه تقول أنه الرئيس راه مازال راه يدخل وراه في فترة النقاها مازالت مستمرة وراه في إقامته لما يتعافى الآن لما ظهر الرئيس راه انتهى الأمر إلى حدنا ولكن ما تقدروا تقنعوا الجزائريين الآن ظهوره كان من المفروض يبدد الشكوك زاد الشكوك علاش ليس المشكلوين راهي الطريقة الرئيس هو الرئيس ملامحوا كان مريض كلماته أنه متعافي إلى حد كبير يا جماعة الخير أنتم بدل أنه تقضوا على هذه الشكوك وهذه الأمر تزدوا تزرعوا في الشكوك مش يعارف إما أنكم حبين أصلاً هذه الشكوك تتزرع وهذه الشكوك وطرون فيها مليح باش الجزائريين يقعدوا مشغولين بالرئيس أنتم تفوتوا في مشاريع أخرى وتفوتوا في حوالي شخص هذا ممكن إذا فكرتم بهذه الطريقة فأنتم حمطة وأغبياء وإذا كان أنكم تشوفوا في هذه الشكوك ماذا بعد ظهور الرئيس راه مبني هذا مبني على الحالة التي موجود فيها الرئيس إذا كان الجزائريون يسألون من قبل أين الرئيس الآن سيسألوا ماذا حدث للرئيس أو ماذا يحدث مع الرئيس أن نتابع في شبكات في الفيديوهات التي تنشر كثير من الأصوات صارت تشكت أن هناك صراع كبير ما بين مؤسسة العسكرية والرئيس هناك كل كرة وخلاص راه مطيشوه ومعجوش يحوسوا عليه طبعاً عندما ما نشوفه وزير راح هو رئيسه ظهر والذي يمنعكم أنكم تروحوا تشوفوه إذا كانت أنجيلا ماركين اتصلت به ولاش ما تعلموش أنه اتصل به حتى الوزير الأول اليوم اتصل برئيس الجمهورية ما هو المانع أنه تخلوا رئيس الجمهورية مكالمة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتليفون والصوت مكشوف كاميرا تصوروا من هيه وكاميرا تصوروا من هنا ما الذي يمنع أنه يعمل اجتماع كونفيرونس عن طريق الزوم ولا عن طريق خاصية التقنيات الجديدة ويجلس مع الوزراء وتبينوه ويهدرها وهو دره وهو يهدر طريبيا قبل ما تجي تبعث رسالة إلى بايدن قبل ما تقولوا هالحكايات هذه كل روما عادش يصدقكم حتى واحد يا جماعة نحن رانا نبحث عن استقرار البلد نحن نبحث على ما يعيد ثقة الجزائريين في مؤسسة الدكتورة بهذه الطريقة ما تعيد السبب ماذا؟ السبب لأنه حطوا في الرئاسة أنه رئيس تبون لما جاء جاب معاه المتردية والمطيحة مع احترامي للجميع جاب ناس ليسوا في المستوى حتى إعلامية بينهم اللي كان يخدم في جريدة والله شخصيا أنا بينهم من حاورني وعيطني في تليفون وخذات الصريحات من عندي ولما انشرها احتجيت عني لأنه انشر الكلام ما قلتوش وبعد يقول لي أنا انشرت واش فهمت إذا كان أنا ذلك المواطن الجزائري البسيط طلق عيطني كمحلل خذاما عندي تصريح ما نشروش بأمانة ونشرو بغلطة هذا نعول عليه مستشار مستشار إعلامي في رئاسة الدولة ويعود تحركات تمثل في الدولة الجزائرية يا جماعة يا جماعة والله فيها أساتذة في مجال الإعلام والله نخب والله أتشرف بأني أكون تلميذ عندها وموجودين في الجزائر وتم إقصائهم ولا حد يسأل عليهم وهذه النخب مؤثرة وكان بالإمكان يعتمد عليها في صناعة سياسة إعلامية للدولة الجزائرية وللجمهورية الجديدة التي يتحدث عليها في الدولة ولكن بهذه الطريقة العباثية أنت عندك حرب في ليبيا مشتعلة تهريب الأسلحة عندك منطقة الساحل والصحراء ملتهبة تنظيم قاعدة يعود تنظيم داعش يتشكل من جديد صحراء غربية رهي دخلت في حرب قد غدوة تشتعل الحدود كلها بتاع الغربية ربما تصل إلى مواجهة مع المغرب غدوة قاعدة عسكرية بدور وجود إلى قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة الصحراوية تعرف كيف معناها غدوة احتمال كبير طرام قبل ما يغادر الحكم فاجأنا بقرار إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب الأمريكية ممكن جدا ولا يستبعد ومعناها كيتولي منظمة البوليزاريو منظمة إرهابية معناها الجزائر تدعم الإرهاب تجد نفسك في مشكلة كبيرة مع دولة عظمى وما تقول لي أنه أنا رح يجي الرئيس جديد ما تنسوش بلي كثير من القرارات التي تتخذها الأمريكا وحتى الرئيس لما يكون بصدد مغادرة هي قرارات المؤسسات هو فقط تديرها قرار هذا تبع للاعتراف بمغربية الصحراء الغربية راه دارتها مؤسسات عميقة وهذه المؤسسات ستحاول الحفاظ على هذا الأمر مع إدارة بايدن رغم أنه ظاهرة المؤشرات التي تقول أنه بايدن ما هو راضي على هذا التوجه ولكن سيبقى هذا الأمر إلى فطرة ما رح يكون ينزع بين عشية وضحاها إذا لم يتطور الأمر داخل الأمم المتحدة إذا تطور الأمر داخل الأمم المتحدة بما يخدم القضية الصحراوية هنا يمكن أن يحدث أنت في صراعات ما مك وحدك راهي مكين مشروع يسموه مشروع الفوضى الهلاكة الفوضى الخلاقة راه يمشي جون بايدن هذا راه من سقور مشروع الفوضى الخلاقة التي دعمها أوباما كان من سقورها وكان من دعاتها معناها أنك داخل على مرحلة جديدة هذه المرحلة ستكون فيها أمريكا داعمة لبعض الثورات وبعض الانتفاضات الشعبية وإنت الآن تصنع إلا في الوقود اللي راح يشعل لك فوضى جديدة في ظل إدارة جديدة ماذا لو يخرج لك الشارع الجزائرين هار 21 جونبي بعد يوم من استلام الإدارة استلام بايدن البيت الأبيض دخول البيت الأبيض استلام المهام كيف راح راح يقول لك لا بايدن توجهاته في إطار الديمقراطية ودعم هذه الأمور خليكم شوية واقعيين خليكم شوية واقعيين لو كنتم تسمعونا لنا كجزائريين كناس عندنا تجربة في المجالات اللي نحن فيها لو كان أنكم سمعتونا أو أنكم تواصلتم مثلا مع كثير من النخب اللي موجودة وطلبتم منهم رؤى مساعدة ما راح نلجأ إلى هذه الطريقة على العام ننتقدكم ولكن للأسف شيء أخطاء متاعكم اللي درتوها مش أخطاء تحت الطاولة كان هناك الكثير من الأخطاء أيها الجزائريون سمعت بيها وحدثت ولم تصل إلى الجزائريين وتصرفنا بما يخدم الدولة الجزائريين من دون أن نتحدد ولكن هذه الأشياء وهذه الكوارث درتوها على العام نسكوا يقول أسرائيل على حدودنا الجزائر كانت تخترق في المصال الجزائر كانت تدعم في الحركات الثورية المناهضة لإسرائيل في كل دول العالم الجزائر تدخلت في كثير من القضايا آية تتعلم وصلت إلى لبنان وصلت إلى فلسطين وإسرائيل كلها تعلم الدور الجزائري في دعم حركات التحرر وإعلان الدولة الفلسطينية حدثة من الجزائر أنت تخاف لي كي يجي رحفة حول قنصرية في المغرب خاف لي خاف لي وإسرائيل على حدودنا خلي تكون على الحدود الدولة الجزائرية في تاريخها عمرها ما خاف حتى لها الحلف الأطلسي وفي سبع سنين من ثورة أول نوفمبر تخرجوه من قسر واللي عاود يعيد فيه ذركة هم عملاء المعروفين بأسماءهم ووجوههم ومسلميات وصلنا لدرجة الجزائر تخاف أن إسرائيل على حدودها والجزء إسرائيل وصلت إلى حدودنا أنتم تتعاملون مع فرنسا فرنسا هذه دولة حليفة لإسرائيل لو أنه إسرائيل تريد شيء ريفوتاته عن طريق فرنسا وعن طريق دول أخرى اللوبيات الإسرائيلية موجودة في كل دول العالم أنتم تتعاملون مع قوى روسيا روسيا أكبر دولة داعمة لإسرائيل وهي أكبر دولة تتعامل معها الجزائر يعني أنت تتعامل مع حلفاء إسرائيل خايف لي من إسرائيل جي تحل بوتيكة تسميها قنسولية في الداخلة ولا في وجدة ولا وي كما كلام الفارغ هذا علش تحبوا تعيش الجزائريين في عدم الثقة في مؤسسات الدولة الخوف الرعب كذا كذا هذه رأي تساهم في عدم الاستقرار الاستقرار النفسي للشعب الجزائري والاستقرار الاجتماعي هو ركن أساسي في حفظ الأمن القوم أما إذا زعزعت بأنك تعيش شعبك دائما في جونة الحرب الدول القوية حتى لو كانت تكون خوض في حروب مؤسستها الإعلامية تحب تخلي دائما شعوبها مستقرة وشعوبها آمنة وشعوبها منشغلة بعملها بدل أن يروح اللي يقرر يقرر واللي يخدم يروح يخدم على روحه أنت معيش إسرائيل علاج حدودنا الاسرائيليين يدخلوا للجزائر يا جماعة في زيارات ما كانش إسرائيلي لا يحمل جنسية أجنبي لأنهم الأكثرية جايين من دول من هنا من هنا أغلبيتهم أقول 95% كلهم عندهم جنسيات أوروبية من دول واللي يحب يزور الجزائري يزورها بجواز أوروب ورح تعرفه تفركت لو أنت تقوله كيفاش حالتك إسرائيلي ولا لا البضائع البضائع بينها بضائع إسرائيلية تدخل جزائر بعدما تمر على شركات أخرى أوروبية ويتغيروا لها اسم الصانع أنا ما أقول هذا الكلام أني نشجع للتطبيع أو أني نشجع أنا معرف مبدأي أنني أرفض التطبيع على حساب الفلسطينيين عندما فلسطينيين يبنوا دولة في إطار الشرعية الدولية هذه الشرعية الدولية رغم أنها هضمت حقوق للفلسطينيين ولكن لما وافق عليها الفلسطينيون ما نشني رح يكون فلسطيني أكثر منها هم أدرى بشؤونهم عندما تقام لهم دولتهم وتسترجع لهم حقوقهم ويرجع الناس إلى أوطانهم ثم لكل حادث حديث أما أن هذا الواقع وهذا الظلم اللي يتعرض للشعب الفلسطيني ويجي يقول لي أرواح طبع لا إذا يا جماعة ما تعيشوش أني جبت هذا الأمثلة فقط على التصريحات المؤسفة للوزير الأول اللي هو وزير مثقف أقف الدكتور في الجامعة أوه إسرائيل وصلت على حدود شوفك الخوفة الكبيرة يا ولدي إسرائيل الموساد قادر يوصلت الغرفة نومة في ظل هذا الوضع عن الهجر المؤسسة الأمنية الاستخبارات الجزائرية دمرت دمرت في التسعينات لما زجوا بها في حرب مع الشعب الجزائري بسبب ضباط فرنسا خالد نزار والعربي بالخير وتوفيق وغيرهم وتوفيق على كل حال ما كانت ضباط فرنسا ولكن كان في العلبة السوداء معه كان يمشي معه زجوا بالمخابرات الجزائرية بدل أنه كانت تقوم بمهام لي صالح الأمن القوم الجزائري في كثير من الدول وتمسك جيب القضايا للجزائر الاستخبارات هي اللي تجيب القضايا الكبرى للدولة وبعض تحطها في أيدي السياسيين كي يتحكموا فيها ويسيروها بما يخدم البلد ولكن للأسف الشديد هذا الأمر ما شفناه صارت عبث في عبث المؤسسات الأمنية هك شفته اللي الظلال الاستخبارات تحولوا إلى بزنسية السفارات يا جماعة اقسموا بالله راني جزائري عايش منذ سنين طويلة في الخارج أسوأ ما سفارات القنسليات في العالم هي السفارات والقنسليات في الجزائر والله صفارات القنسليات تعدو الفقيرة في إفريقيا كان أفضل من الصفارة الجزائرية روحوا تواصلوا مع ناس اللي يعملوا ثم والله أحيانا عندي أصدقاء يعملوا في بعض الصفارات كم والله فيهم بسطة يحكوا لما يندله الجميع الآن الجود يقول لي رايح بين عشية أنا قلت لكم كم من مرة منذ البداية أنه الإصلاح إصلاح البلد من الصعب يكون بين عشية وضحان ولكن على الأقل اصلحوا رئاسة الجمهورية نحن ما قلنا لكم مش بين عشية وضوحها أصلحوا الجزائر لا أصلحونا رئاسة الجمهورية ديروا لها إعلام قوي ديروا لها أشياء كنت تبين بأنها رئاسة الجمهورية وبعد ذلك رئاسة الحكومة والوزارات وتبدأ تبدأ تمشي تمشي حتى توصل البلديات والدوائر وكذا ولكن رئاسة الجمهورية كما رحي في عهد نفس الشيء نفس الموظفين ما تغير حتى الشيء نفس الجماعة اللي كانوا يسبحوا بحمد بوتفريقة صبحوا يسبحوا بحمد تبون غدو تبون يروح يسبحوا بحمد لأخر لأنهم يحبوا يحافظوا على الامتيازات متاع موستاشا ساكن في كلب ديبان تري سيتي بلاش تليفون بلاش كلش بلاش سيارة سيارة شخصية بسائق تدي فيهم اللي يسافروا جوازات صفر ديبلوماسية شهرية ما شاء الله رح يفكر لك في مستقبل البلاد فهو راو يدير هكذا ويفكر في بلاده كيفاش يوصلهم للخارج بعلاقاته حتى يخدموا في الخطوط الجوية ولا في السفارات ولا في أماكن في الجزائر وموت انت يا زوان موت انت يا زوان أنا نشوف البعض من هنا اللي مغاربة رهم الصفق يقولوا هذا النقد نحنا على الأقل ننتقده ننتقده وقعكم أسوأ واقع المغرب أسوأ في حسوء الكبير وهي مش بلادي وما يهمني شأنها الداخل ولكن هي أسوأ ما تجي إلى هنا وتبدأ تزايد وتزايد وكذا 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 ما تخلونا نقول كلام آخر كما يقول النجس هذا المقام الجميل لذلك إخواني الكرام رأنا في وضع صعب المرحلة ما بعد ظهور تبون مفتوحة على كل احتمال إذا بقي على الحال الذي ظهر عليه ونتمنوا أنه يوقف على رجليه ويبا نواقف على رجليه هذا اللي ينتمنى ويعود إلى ممارسة مهامه كي يرجع الممارسة مهامه يجب من السفر من السفر إذا ما دارش من السفر والله العظيم ما راه يكمل في عهدة خامسة لصالح العصابة سواء يدري أو لا يدري والعسكر لازم يخلو الرئيس يخدم العسكر يبدعد عن السياسة شنقريحة يطويا يبقى يمارس مهامه كرئيس للأركان رئيس الأركان أنا أبناء المؤسسة العسكرية نعرف دورها وشيه ما جي تتمهب لعلينا وتتظهر روحك وفي التلفزيونات والنشرات والدوراني رئيس الأركان شيء اللي تدير فيه هذا ماهو انتع رئيس الأركان انتع وزير دفاع تعال حاكم الفعل البلاد إذا كان أنت تشوف فيه طبيعي الدول الأخرى ماهيش ماهيش الناس اللي تراقب في الأحداث ماهوش أغبياء إذا كانت تستطيع تفوتها على عموم الجزائريين هناك مؤسسات على بالها باللي رأي الأمور ليشت على ما يراه خليك في دورك أنا ما نجيك نازعك في دورك خليك في دورك كرئيس الأركان الجيش مقبل على تحديات فكروا في احترافية الجيش تفكروا في ترقية مستوى المؤسسة العسكرية وفي كثير من الأمور نعرف نقائص المؤسسة العسكرية من داخلها راني كنا أولادها راني كنت ضابط في المؤسسة العسكرية راني كنت ندرس للعسكريين راني كنت نكتب في مجلة الجيش راني كنت نشارك في ندوات تتعلق باحترافية الجيش وتطوير الجيش نعرف العيوب ولكن هذه العيوب لا نتحدث فيها أمام الناس طبق ما دمنا خرج المؤسسة العسكرية نقول لكم أصلحوا المؤسسة العسكرية أنتم تعلمون ونحن نعلم ما فيها من عيوب أما ولكن السياسة أطرقوا إذا دخلتونا في لعبة السياسة العسكري إذا دخل في لعبة السياسة رح يبدأ يفقد قدس لدى الجزائريين لأنه رح يكون محل نقد اللي جاء العسكري محل احترام محل تقدير لأنه رجل معرض نفسه أرر نفسه للموت معرض نفسه للدفاع عن البلد فيهم عسكرية رهم يحموا في الحدود في أماكن يعلم بها الرب سبحانه خلهم محل تقدير واحترام ما تنجسوا المؤسسة العسكرية بالدخول في لعبة قدرة لو دخلتم في لعبة على الأقل نظيفة ما عليش لعبة سياسية قدرة جدا في الجزائر وما يحد الآن يدل على أنها بلغت من القذارة ما لا يمكن تصوره سمعونا ما تحاولوا أيها الجزائريون ونحن ننصح نحن نرى الخير نريد الخير للبلاد ما تصدقوا بأنه أعداء وكذا وكذا من هذه الجيوش الإلكترونية اللي صنعوها في بعض المناطق وما على بالهم بهم ويحبوا يشوه الناس يحبوا يشوه الصادقين اللي يحبوا الخير للبلاد ستدفعون أنتم الثمن أنا كي جي تقول علي يا راني عامين وراني خائن وراني كذا وكذا قول على روح لكن إذا غرقت البلاد تخرق بك انتم شبيا أنا راني عايش في الخير أنا أولادي رهم في الخير مستقبل أسرة ابنته في الخير وكي ننصحوكم لهي ننصحوكم لهي لأنه عندنا أهلنا وعندنا أحبابنا وعندنا شعبنا وعندنا خوتنا حبي اللي هم الخير عطونا برنامج ما هو برنامج الرئيس عبد المجيد تبون يا جماعة رجعت في الفطرة السابقة رجعت الحملة الانتخابية هو ما دارش اللي شفتوها أعكدش من ألقى برنامج ملقيتش برنامج سوى تعديل الدستور ما كانش برنامج ولكن علو ترجع إلى القاية الصالح تحس باللي رأي كان برنامج لذلك أنا كشفت ماذا دار بين القاية الصالح وتبون قبل أداء القسم وكانت هناك رؤية استراتيجية ولكن من أجل أعطينا برنامج أيها الرئيس بوتفليق أحكم عشرين سنة ما عندوش برنامج على فكرة وكنت في ذلك الوقت في ذلك الوقت كنت نكتب ضد بوتفليق وكانت واحدة الجريدة الساخرة نكتب فيها اسمها كارنفال وعدة صحف كنت نكتب فيها وكنت نقل له بلأرى ورئيس جاي بلا برنامج برنامج الوحيد هو تهديم الجزائر كهو كان آخر هدية مسمومة من طرف ضباط فرنسا لحكم الجزائر وتدميرها هذا وش كنت نقل له ولكن برنامج أين برنامج الرئيس تبون أعطينا ونشررنا برنامج كأيها الرئيس دير له كتاب فيه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلي نقشوه هو كمحللين خلي نقشوه كمثقفين مكان كلها شعرات وكلها كلام في كلام نعدل الدستور حتى بتفليق عدل الدستور ندير انتخابات برلمانية حتى بتفليق دير انتخابات برلمانية لكن مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي مشروع استراتيجي مشروع واضح بين المعالم وين هو هذا وين تلقاه لما تلقى رئيس الجمهورية من خارج من حزب حزب سياسي عنده برنامج خاض غمار انتخابات وصل المرشح متعول السلطة الرئيس ينفذ برنامج الحزب وهذا شفناهم في كثير من الدول رئيس الجمهورية ليس عيبا أنك عندما تترجح تجيب الرجال متاعك وين هم الرجال اللي يوقفوا مع تبون في حملة انتخابية العجال طردوه بوحدة طريقة مذلة وكان هو مدير الإعلام في الحملة الانتخابية وغير 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 وين هم ما هو الغطاء السياسي للرئيس تبون هاي ها أعطوني الغطاء السياسي جبهة التحرير رأيه جبه حزب تطبيق لا لندي رأيه حزب تطبيق يطبلوا الرئيس اللي جاي رأيه انظر كيتكلموا عن العصابة وكانوا بالأمس نفس الأشخاص كان يحلم يسلم على السعيد بتفديق نفس الأشخاص الآن رأهم عتبون غدوة يرحل تبون صدقوني واذكروا كلامي جيدا إذا كنت حي رح نذكركم به وإذا مت حوسوا عليها أيها الجزائرين هذا من الناس الآن يسبحوا بحمد تبونهم نفس الناس اللي يمغوا لحمه لكن عندما يكون الرئيس صاحب مشروع يضع لبنات أساسية في بناء الدولة ما يقدرش واحده حتى كي يرحل ما يقدرش واحد يتجرع عليه ما يقدرش حتى واحد يتجرع عليه ويمسه لأنه عنده بررامج سياسي آسي بدا فيه وضع لبنات أنا أقول لك أيها الرئيس تبون أدخل الجزائر إلى الجنة أنا أقول لك ضع لها اللبنات مسؤولية التغيير في الجزائر تحتاج إلى وقت تحتاج إلى سياسة رشيدة سياسة اقتصادية هكذا وهكذا وهكذا هذا ما نريد عندنا البترول عندنا الغاز هذا عندنا الأراضي الفلاحية عندنا تنشيط الفلاحة في الجزائر عندنا أراضي خصبة يمكن أن تغنينا عن استراض القمح والبطاطا وصلنا في واحد الوقت بوتفريقة استقبلنا استوردنا عفوا بطاطا اللي تطعم للخنازير أكرمكم الله في كندا واللي يده في القروض من البنوك يجيب لك ينفخ لك العجلات من الروضة من الروضة من الموبيلات يجي الوزير الأول قاعد لك في صورة كما مثلا صارت الجزائريين يحتفلوا يحتفلوا بطاقة تعريف بيومترية ووزير التجارة يجي يوقف كما يصوروا فيه يخلص بلا كارت بونكير ويعتبره لنا حدث والله عين في هذا الزمن من الآن الناس راه يتخلصوا من البرطابل فيه دول راه راه من الراسل ويدخل يقضي يخرج وحدها تقصره من البرطابل ما يفوتش حتى على كاته الناس طورت الناس تبحث التكنولوجيا التكنولوجيا وين وصلت الأنترنات وين وصلت الأمور وين وصلت في كل شي نحن ما زلنا نشطره ما زلنا أمة الاستهلال ما الذي تصدره الجزائر إلى الخارج خلاف النفط والغاش ما كان حتى نوكل فيه تمرن تاعة الجزائر عندها البايت نلقها يسرقوا فيها يجيبوا فيها من تونس ومن غيرها على أساس أنها تونسية و هي جزائر أين المشروع رئيس الجمهورية ماذا بعد ظهوره عندما يعود إلى الجزائر لازم له يبين ما هو مشروعه من هم الرجال الذين يعتمد عليهم هذه المشروع هكذا يكون وحط لنا المشروع خلي النخب تناقشه خلي مؤتمرات من الاقتصاديين والإعلاميين والسياسيين والإستراتيجيين يعقدوا يعقدوا مؤتمرات ناقشوا برنامج الرئيس هكذا حتى أنت أيها الرئيس عندما ينقشوه إذا ظهر أشياء غالطة أنت لست يوحى إليك مراك الدير حواج قد ما تكونش مليحة لما يتناقشها العقول المختلفة بالنقد البناء والنقد الصافي تظهر 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 الأمور علاش الناس ديرين أمر شورى بينهم الشورى الناس كيفش يتشاوروا الناس أو ما شو جملنا في خمسة وجيبنا هذا القلم أوه واحد يقول والله هذا ربيض هذا ما كانش خير منه والأخر يقول أوه زي هذا يجب دلم واحد يقول القفلة هذه هائلة واحد يقول كاوكي يكتب مليح هذه وفي الحكاية ويخرجوا فقدتوا كل واحد يحاول يحافظ على الريع الامتيازات اللي يوصل المشكلة يا جماعة كثير من الناس اللي راهم الآن بلغوا درجة كبيرة مع احترامي ليكم على استعمال هذا اللفظ الشيطة الدرجة ما تصورهاش لماذا والله ما قالت لهم السلطة أصلا هذه الشيطة وهذه العبودية مزروعة فيهم الرئيس يظهر واحد يصور يماه وهي واقفة قدام التصويرة وتدعي للرئيس وينشرها في الفايسبوك وفرحان واحد يجيب ولده صغير يقبل في هذه الصورة ماذا هذا الولد غدوة يكبر يرحل تبون وجي أجيال أخرى ومحكومين أخرى يحكوا على تبون إلا السوء ويجب دوله في الأرشيف وهاكي كنت صغير كيف عمرك ما تحط ابنك ولا بنتك ولا أمك في مواقف تقديس سياسي لأن السياسي يراه واليوم معاك غدوة ضدك غدوة ما تدري عنه هذه نصيحة ما تعلمش ولدك أنه يكون شيئات ما تعلمش ولدك أنه يقدس الأشخاص علم ولدك يقدس المبادئ والقيم علم ابنك أنه يفكر بعقله إذا شاف هذا الشخص جاته حاجة مليحة يقبلها شاف حاجة مش مليحة ما يقبلها هكذا تصلعون جيل جزائري يعول عليه في بناء الدولة الجزائري نحن اتطفرت فينا عشنا عشنا شبابنا في الفقر وما رحل عشناها في حرب وبعد ذلك عشناها في منفى ما ذوقنا حتى شيء من الجزائر أبائنا على الأقل ذاقوا حلاوة مكافحة المستعمر وذاقوا حلاوة الاستقلال ذاقوها نحن ما شفنا حتى شيء نحن عمرنا عشرين سنة لقين روحنا في وسط الأرهاب وحرب أهلية ما هي هكذا ما هي هكذا ما تعلمش ابنك يكون إمع ما تعلمش ابنك يقدس فلان وعلان خرجونا ناس الآن في صفحات ولي أمرنا والخوارج وكذا وكذا ما هذا المنطق ابتلانا ربي في التسعينات بمتطرفين كانوا كل من يذكر السلطة بخير أو ينصفها فهو مرتد لأنه يوالي الطاغو الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى خرجونا ناس من نفس المدرسة تقريبا ولكن عكس تماما كل من ينتقل شيء ما في الحاكم أنت من الخوارج خرجت على مين أيها أيها الداخل خرجت على مين الرئيس عاملك دستور تعددية حزبية الرئيس يقول عارضوا كما تريدون الرئيس يقول قوموني كما ويجي يقول لك لا بل الكارثة أنه أحدهم راح يظلل في بوليزاريو وهو أحد شيوخهم راح يتكلم عن بوليزاريو كأنهم خوارج خرجوا على أمير المؤمنين بين قوسين في المغرب ولا أحد أتكلم عنه شيء هذا الخلط وهذا الغريب أنه فيه ناس من عوام بعض الطيارات الدينية في الجزائر عوام بمعنى كلمة عوام لا يفقهون شيء في السياسة البارح بدا يصلي بدا يتعلمني في الفقه اليوم صفحة في الفيسبوك ويناقش في السياسيين أنت خارجي أنت عدو الله أنت كذا أنت كذا ويسبون في الناس ويظللون الناس والسلطة ساكتا هؤلاء راه مشاريع إرهابية تنتظر فتوى فقط للخروج عن الحاكم كون غدو يجوهم شيوخهم يقولون لهم أتبون راهو ظال أخرجوا والله سينحرون الناس في الشوارع وشفناهم من نفس الجماعة ماذا فعلوا في ليبيا بينهم اللي مطلوب في المحكمة الدولية بجرائم والورفلي تعرفون ماذا دار الورفلي بإسم عدم الخروج على ولي الرب وما إلى ذلك ما الدخلناش في متهات هذه ما الدخلناش في متهات هذه خلي الأمور خلي السياسة للسياسيين خلي أمور الدينين أنا من الناس كما هكذا أقول الإعلامي يبقى في مجاله الإعلامي وعالم الدين يبقى في مجاله الأمور الدينية لا يخوض فيه إلا أهل العلم المختصين فيها والإعلام لا يخوض فيه إلا الإعلاميون والسياسة لا يخوض فيها إلا السياسيون اللي يعرفون السياسة المحلية والسياسة الدولية الاقتصاد أيضا يجب أن يكون هناك مختصين يجب الصحة أيضا أنا شفت الجزائري إذا هدرت في الدين يطلع لك علماء في الفقة إذا هدرت على كورونا يطلع لك جراحين وأطباء إذا هدرت على فن الطبخ يظهروا لك كلهم طبخين وأي حاجة راهم كما هكذا عندما تعلم شعب على أن يخوذ في كل شيء لا يمكن أن تبني به أمة الشعب الحقيقي عندما تعلمه أنه يستعمل عقله أنه يهتم بالفكرة وليس بصاحب الفكرة يهتم أيضا عندما تعلمه يحترم الاختصاص أترك الاختصاص لأهله عندما تخليه كذا وتعلم بهذه الطريقة فأنت هنا تبني حقيقة لبنة صلبة لبناء دولة أما بهذه الطريقة الغوغائية ما يمكن أن نصل إلى حل شبكات التواصل اجتماعي أضرت أضرت بالوضع الاجتماعي شبكات التواصل اجتماعي في أمم من أخرى قربت الناس خلت الناس و تقراء معاه بالابتداء منذ 15 سنة بفضل هذه شبكات التواصل اجتماعي التقو من جديد تروح تدخل إلى مواقع الغربيين تلقى المهندس يتحدث في الهندسة المعلم يتحدث في التعليم الطبيب يتحدث في الطب إلا في الجزائر تلقاهم يتحدثون في كل شيء صباح ربي ينوذ الصباح قمة في الإيمان العشية ينشر لك نوكت نص النهار ينشر لك فيله بعدها أدعي نهار الجمعة راه قوي الإيمان في رمضان راه الإيمان عنده يحد بعد رمضان تلقاها في ديانة أخرى وفي كل شيء يخوضون يروح يدخل عن صفحة طبيب طبيب يحكي على الفيروسات يسبه يروح الواحد سياسي حياته كلها قضاها في السياسة يسبه يروح الواحد الاقتصادي يتحدث الاقتصاد يسبه انت اختصاصك هو السب اختصاصك وهذا دليل على عدم تربية وعندما يكون عندك نسبة كبيرة في شعبك ما علمتهمش الأخلاق فأنت تستطيع بهذا أن تدمر أمنك القومي من حيث المتدري الآن الأجهزة ما تخترق لك الأجهزة الاستخباراتية ما يبعثونك ناس يدخلوك البلاد الآن بالفيسبوك وشبكة التواصل الاجتماعي يجندوك الناس في وطنك ويجندوهم يتحكمو لهم في عقولهم ويدفعوهم إلى تحقيق أهدافهم من حيث لا يدري الشخص الذي يحقق لهم لدف ولا الآخرين هذه هي الحقيقة المرة وهذه هي الحقيقة التي للأسف الشديد كثير يتغافلون عنها إخواني الكرام أقول من الآخر ما بعد ظهور تبون يجب أن لا يكون مثل ما قبله أنت ظهرت ها هو الشيء يجب أن يكون على الوزراء على رئيس الحكومة وبعض الوزراء يسافروا يجلسوا مع الرئيس يحكم مع الرئيس يعاودوا إظهار الرئيس بصورة أخرى غير هذه الصورة المؤسفة التي يظهروا بها أيها أيضا يبدأ الرئيس فعليا خلي فقط أنا ما رح نتكلم لك على المشروع ويجب على الرئيس أن يقوم به رح نكلمك منهار اللي يعود يدخل وأجزم لكم أيها الجزائريون لو تستمعوا بقلوب صادقة نحوا عليكم الأحقاد أنت تحقد على أنور مالك أنت ما أضريت لي ما أنقصت لي عمري ولا إذا حبيتني يجزيلي في عمري أنا فقط أن قل لك اسمع الكلام هذا ودوروا في رأسك وعلم نفسك فقط علم عقلك فقط أن يناقش هذا الكلام بمنطقية ما تغلقش دماغك ويظلوا يعرفوا فيك ويسوقوا فيك وبعدك يتخلى تبدو يبدو يبكو عندما نشوف الجزائريين وصلوا عادوا على صباحات الفايسبوك ينشروا في صور المآسف الاجتماعية الفقراء هذا من الناس غدوة أنت قادر تكون كيفه غدوة أخوك قادر يكون كيفه غدوة أختك قادر تكون كيفة هكذا المرة هذيك اللي ما لقاتش دار عندها في ذلك الوقت ما ينفعها الجنون التاعك هذا في شبكات التواصل الاجتماعي ما رح ينفعك ولا ينفعك هذا الهبل اللي تنشر فيه رح ينفعك شيء واحد هو أنه لما تكون إنسان مواطن عقلاني تسمع وتشوف وتوازن المنظومة الطربوية أفسدها بتفريقة من أولوية الأولويات هو إصلاح المنظومة الطربوية صنع النجيل ممسوخ حقيقة من حيث القيم من حيث الأخلاق من حيث الثقافة من حيث المستوى الدراسي أنا نتواصل مع أساتذة في الجامعات والله أسمع منهم ما يندل الجبين أكبر غلطة منها الرئيس تبون كانت على الأقل الماستر والدكتوراه عن طريق اختبار يروحوا لها غير الناس المعينين جاء تبون قالوا له أذي قال لك الدكتوراه للجميع حاب يخلق لنا شعب كله كله دكاتر وصبحوا ناس راهم في الحباس خرجوا من الحباس راهم سجدين دكتوراه ما عندهم حتى مستويات أنت هنا تبيع الشهادة هنا ضر الشهادة أين أنت يا عبد العزيز جرار رك أستاذ جامعي وروح أحكي مع الأساتذة ما تحكي ليش غير في العاصمة وفي الجهة اللي رك الدور فيها أنت انزل لي القسنطينة وانزل لي التبسة وانزل لي واسمع منهم وام البواقي وغير والجنوب الجزائري والغرب الجزائري وهرا واسمع من الجزائريين واسمع من الأساتذة ما تسمعش فقط إلى وزير التعليم العالي ووزير التعليم العالي يسمع فقط إلى المدراء دائماً ما يحبوش يبعثوا تقارير فقط ما يبعثوش المشكليات لأنه كي يبعث مشكلة يطالب بحلها وهو ما عندوش حلول وأحيانا ما عندوش قدرة حتى على تشخيص الخطأ وتشخيص المشكلة لذلك خليني باش ما ننكسر شراسي بزاف راو كل شمليح وابعث وخليني راني عايش نوكل في خبزة وفراء هكذا دمرنا البلاد والله هكذا دمرنا البلاد خليكم صادقين مع أنفسكم هايوها الرئيس تبول أنت كنت رئيس يجيت وحلمت تكون رئيس جمهورية وترشحت ووصلت رئيس جمهورية هل فكرت لحظة أنك قد تتمدد على فراش المرض وقد توصل للموت وترجعنا فكرتش فيها وما تفكرش الآن إذا رجعت ومارست مهامك يجب أن تفكر أيضا قد تعود مرة أخرى وتمرد ولكنك سترحل ولن تعود إلى هذه الدنيا خليكم والله العظيم إنها أصعب أمانة أنك تكون مسؤولة على الناس اليوم وصلني الفيديو على كل مرأة اللي موجودة في تبسر وشفت فيديوهات خريم إن شاء الله صارحين تكلم عليهم في عدة ولايات ناس مسكين يعانون أقسموا بالله العلي العظيم لو كان جيت مسؤول ومتحمل مسؤوليتهم هؤلاء الناس والله ما نرقت ليلة والله ستسألون عند رب العالمين على هذا الشيء وإذا كنتم محظوظين أنكم قد تحاسبون عليه وأنتم أحيان وهنا شفنا بوتفليقة وشفنا سلال وشفنا رخ ويحيا وشفناهم كي ويحيا نهار اللي يروح الجنازة تخوه رفيق دربو نهار اللي يروح اللي يروح له هكذا بليمينور الدنيا هذه الدنيا ما تعطوها أكثر من ما تسحق والله العظيم لا تبكو على السلطة يوسف عليه السلام قال له أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه ما زالت الأجيال يومنا هذا تحكي على حكمه وكيف سير الأمور ورح يبقى الناس تقراه في كتاب رب العالمين إلى قيام الساعة تشوف الحاكم عندما يكون حفيظ عليه يكون صاحب علم ومعرفة ويكون صاحب أمانة ويحفظ فهذا الشيء اللي يمسؤول عليه خليكم أقوياء أقوياء بالعلم وأقوياء بالخلو وأقوياء بالضمائر لأنه والله لن ينفعك لن ينفعك أيها المسؤول تخلي المليارات والله ستحمل على كفا أبيض وما عنده شيء وأنت في قبرك تحاسب على أموال رهم يصرف فيها آخرين ويتمتعوا بها وأنت تحاسب عليها عند رب العالم لن ينفعك شيء أنا نعرفهم ناس قبل ما يموتوا حتى ممتلكاتهم داروهم الجمعيات الخيرية وخلوا قدر ما يكفي أعائلاتهم وكثير قال لك أنا خلاص نرحل لازم لي ندير حاجة تأخير تبعد تتخذ معلية لا إله إلا الله ثقوا يا جماعة نحن الحمد لله دخلنا في مرحلة ونجونا وكانت الجزائر ممكن أن تنزلق فيها الأمور إلى سوريا إلى ما كانت عليه سوريا أنا رحت لسوريا في بعثة المراقبين والله كانت فرصة مواتية جدا لإنقاذ البلد ولكن للأسف الشديد نظام فكر بطريقة أمنية بحتة ها هو الآن ونوصل لبلادنا نسأل الله الخير لبلادنا وعذروني طولت عليكم إن شاء الله ألقاكم في فرصة أخرى الآن اقترب وقت عندي برنامج تليفزيوني ألقاكم إن شاء الله في فرصة أخرى وحديث آخر ونتمنوا لبلادنا الخير واللي يهمكم بأنني أريد شر ببلادي فهو يكذب عليكم والله ستعلمون إذا انجل الغباب أتحتكم فرصة محمد شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير وفي ساعة خير لا تنسون بدعائكم ربما هذا الفيديو كن أخير في عمري معكم أو عمرنا في هذه الدنيا لا ندري إذا التقينا إن شاء الله نلتقي على خير وإذا غبنا أذكرون بخير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله